السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير فيديو جديد النهاردة تابعوا معايا الفيديو ما اول ما نبدأ نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الشقة دي احنا عرضينها للبيع تابعوا معايا الفيديو شوفوا ايه الشقة موصفتها ايه وان شاء الله الفيديو يعجبكم لو عجبكم ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصلوكم من بيتي العيلة كل جديد ان شاء الله الشقة دي يا جماعة في الدور الخامس شقة متوضبة حلوة جدا الدور الخامس واخد نصية مساحتها 115 او 120 مت كلها داير ما يدور كده بتبص على الشارع العمومي كلها متهوية يعني كلها شبابيك كده وفي بلكونات وطبعا ديت من اول ما بندخل كده الاسنصير برا في جنب الباب بالزبط بندخل على الشقة على قدنا اليمين طبعا فيها باب حديد وباب اللي هو الخشب زي ما انتو شايفين ودي الشقة كده اول ما بندخل فيها طبعا العفش دوت هيتشال يعني دا مش تبع الشقة خالص يعني الشقة هتتباع كده من غير اي عفش ومن غير اي حاجة الارضية طبعا سيراميكا هو والدهانات حلوة يعني الدهانات كويسة اوي بس هي اللي برا ديت الحتة الصغيرة دي اللي عايزة سكينة معجونه خلاص كده طبعا الشارع شارع عمومي تحفة جدا وقادي كده الكبري بتاع مدينة ناصر بيبص على الحي التامن بالزبط ودي الشوارع كده البيوت اللي قدامه بس هو واخد ناصية العمارة ممتازة جدا في موقع هايل والسعر يا جماعة مفاجئة السعر ان شاء الله هيعجبكم اوي بصراحة انا عجبني اوي السعر ده تحفة جدا رخيصة وموقعها ممتاز ودي الدهانات قدامكم اهي بجد بجد في قمة الجمال اللي مش عاجبه بقى اللون ممكن بيغير يعني سكينة المعجون والكلام ده بتتغير بكل بساطة خالص الحمام زي ما انتو شايفين هوت عبارة عن الارضية كلها سيراميك ودائر ميدور سيراميك طبعا الشقة كلها متوضبة زي ما انتو شايفين كده طوضبها حلوة اوي حاجات بقى بسيطة اللي عايزة تتزبط سواء بقى دهان عايزين نغيره اللون او الكلام ده بس بصراحة هيلة جدا كده بندخل اول حاجة الريسبشن واول ما بندخل كده فيه طرقة وبعد كده بيقابلنا الحمام زي ما انتو شفتوه على قدنا اليمين والشقة عبارة عن ثلاث قود وزي ما قلتلكم مية وخمستاشر لمية وعشرين مت اهو الشكل ده كده طبعا هي غاز والكهربة والاسمصير يعني كل منافحها موجودة فيها بصراحة مش عايزة اي كلام وزي ما بقولكم هي متهوية من كل ناحية يعني التهوية بتاعتها كل مكان وكل قوضة فيها التهوية بتاعتها بصوا بقى القوضة دي عندها برضو شباك على الشارع زي ما انتو شايفين كده وكمان البلكونة بتاعتها واسعة جدا وبص على الشارع العمومي يعني دي يتواخد ناصية يعني هي بتبص على شارع جانبي وكمان بص على الشارع العمومي يعني في اتجاه ناصية كده عاملة زي كارف هدخلكم برضو عليها ده كده الشباك بتاع القوضة زي ما قلتلكم هي في الدور الخامس بندخل كده في بلكونة البلكونة بصوا وسعة جدا شايلة حاجات كتير جميلة جدا وتحفى وزي ما بقولكم واخد ناصية هي بندخل بقى كده بصوا ده كده موقف القتوبسات والمقربازات قدامنا الناحية التانية كده بجد يا جماعة شقة ممتازة لقطة موقع ممتاز بجد بجد تحفى جدا وهي لما فيهاش اي حاجة كفاية الروح اللي فيها جميلة جدا تحسها كده هادية مكان هادي الموقع ممتاز المساحة جميلة جدا فيها زي ما بقول لكم تلت قوض التلت قوض كبار جدا وشكلها زي ما انتو شايفين ايدي التاني قوضة زي ما انا بوريكم كده برضو زي ما زي ما بوريكم كده كل قوضة فيها شباك والشباك بصص على الشارع شايفين بجد بجد هيلة جدا وتحفى والسعر بقى يا جماعة مفاجئة اللي عايز يعرف التفاصيل يقول لي فيه الكومنت وان شاء الله هاقول لكم كل البيانات الخاصة بالشقة وان شاء الله وطبعا هيلة جدا ما فيهاش اي حاجة شايفين دي تلت قوضة برضو قوضة اطفال صغيرة كده حلوة معقولة وكده الجولة بتاعتي في الشقة كلها ورتها لكم اهي يارب يكون الفيديو عجبكم وان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اشتركوا في القناة عشان يوصلوكم كل جديد ومع السلامة وفي حفظ